ويا هلا فيكم اليوم رح نعمل ارز بالحليب رح اعمل لكم بطريقة مضبوطة 100% ورح يطلع معكم كتير طيب تابع الفيديو للاخير لنشوف الخطوات سوا بالبداية رح نحتاج لنص كوب من الارز اي كوب عنكم لكل المقاسات رح ناخد الرز يكون قصير الحبة وما لازم نغسله ابدا رح نحطه بالطنجرة بهذا الشكل ونحط فوقيه مباشرة كوب ونص من المي والمي لازم تكون من الحنفية يعني عادي باردة او حامية حسب الرغبة رح نحرقهم بس يغلوا اول غلوة بهذا الشكل ونترقهم على نار هادية جدا لحد ما يستوي الرز تماما ويمتص كل المي اللي احنا حطيناها وكل شوي حاولوا انكم ترفعوا الغطاء وتحركوهم على الخفيف عشان ما يلزق عندكم الارز ابدا وتتأكدوا انه المية عم تتوزع على كل حبات الارز ومنعمل هاي الحركة لحد ما يستوي الارز تماما وهيك صار الرز عندي جاهز وخلصنا من اول خطوة تاني خطوة رح نحتاج لتر من الحليب اهم اشي انه الحليب يكون كامل الدسم اي نوع متوفر عندكم اهم اشي يكون كامل الدسم رح نحط لتر الحليب كامل جوا الطنجرة فوقيهم مباشرة كوب الا ربع من السكر ورح نحرقكم كتير منيح لتتوزع حبات الارز مع الحليب وعلى نار هادية جدا ورح نستمر بالتحريك لحد ما يغلي الحليب تماما بس يغلي الحليب رح نتركه يغلي 10 دقايق على نار متوسطة مع الاستمرار بالتحريك على الخفيف كل فترة وفترة عشان ما يلزق عندنا الحليب وينحرق وهلأ رح ناخد نشا ونحطه على الحليب اخدت مقدار 3 ل 4 معالق كبيرة حسب الكثافة او القوام اللي بتكم يا مقدار يعني 20 جرام بالضبط حطيت عليهم شوية من الحليب مقدار 3 ل 4 معالق كبيرة ودوبت النشا فيهم والحليب لازم يكون بارد حطيتهم فوق الارز بالحليب وحركتهم بسرعة وظلتني مستمرة بالتحريك لحد ما بلش عندي يغلي على الخفيف وتكاثف عندي رح اخلي يغلي لغلوتين خفيفات مع التحريك ليتماسك شوية وبالاخير منحط المناكيهات اللي هو ماء الورد او المستكة حسب الاشي اللي انتو بتحبوه او متوفر عندكم انا حطيت نص معالق صغيرة من ماء الورد لانه ما كان عندي متوفر المستكة وحركته كتير منيح وخلته يغلي كمان غلوة صغيرة وبلشت اصوب فيه صبيته بالصحون وهو سخن مباشرة شوفوا ما شاء الله كيف قوامه متماسك هاي هيك لساته سخن اما لما بيبرد اكيد بيجمد اكتر شوية صغيرة زينتو بشوية من جوز الهند على كل صحن حطيت مقدار معلقة كبيرة من جوز الهند وحطيت رش صغيرة من الارفة طبعا فيكم تحطوا المكسرات اذا بتحبوا اي اشي بتحبوا انتو بعد ساعتين كاملات لاحظوا كيف قوامه صار ما شاء الله بتحسوه لسه فيه شوية سائل وبنفس الوقت متماسك وهيك بيطلع رزب حليب كتير كتير ناجح ومضبوط خبروني بالتعليقات شو رأيكم بالوصفة وكمان لا تنسوا تضيفوني على انستجرام و سناب شات شكرا كتير للمتابعة وباي باي شكرا